ماذا يتعلموا الحيادية والمهنية من الإعلاميين الذين سبقونا بهذه المهنة؟ مثل الأستاذ عبدان طاي لو كان الشيعة أقلية في هذا البلد لا لا يقبلون أنه السنة مثلا لا يفرضون أعياد ومناسبات خاصة بهم لو يقولون لا هاي لا يجوز اي 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 صحيح شنو انت عيد الغذير وجبته حشارته و النص هو من الأعياد الدينية حسنا موذولي لكراد بصفنة اللي اللي هنسى ما شفنا لهم لا عياد دينية ولا عياد قومية شنو انتوا ربكم واحد وتنطونوا نعطل بكيفكم عيدكم خلوه احتفلوا بي بمحافظاتكم ومناطقكم خلوه متجون قوة اللي تفرضوا على المحافظات البقية و اللي تعطلون بي خليم كردستان شعلي عطل بي عيد نوروز وهو عيد قومي فالسي جيد لا يخص المسلمين نحترم أخوتنا المكونات الأخرى المكون الكردي وغيرهم وأيضا نحتفل بيك عيد ونعطل وانت شنو تريد قارن نفسك بقليم كردستان للعالم كله يعترفوا بلغته وقوميته وتقوصة دينية تمنح حتى يحترفون بعيادك الدينية ويسمحوا لك بيها لش هم أولاد بلدك اللي ماكلين من خيرك وشاربين من ميك يعترفون بهاي المناسبة لو شوفوها إنجاز تاريخي دروح شوفهم شنو محتفلين هسه وبيش فرحانين ده هاك إنتوا تدرون أكو ثلاث أعياد يهودية أقرت في الدولة العراقية هذا عظيم هذا عظيم عيد الفصح هاك تفضل ثلاث أعياد يهودية البرلمان يقرها ويشرحها ما شفنا واحد اعترض عليها لو جابه بطاري وقاله وشلون تقروها أصلا بالعكس الفرحة ما سايعتهم بعيد الفصح مثل الأخي تميمي بربك ذو اللي تريد منهم ويوافقون على عطلة يوم الغدير